موضوع الوسواس القهري نعم موضوع الوسوسة والوسواس هي حديث النفس والوسواس هو الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس الوسواس ما يقع في النفس مما ينشأ من المبالغة في الاحتياط والتورع أحيانا فيفعل الشيء ثم تغلب نفسه فيعتقد أنه لم يفعله بوسوسة الشيطان فيعيده مرارا وتكرارا وقد يصل إلى حد أن يكون مغلوبا على عقله ولا يشعر بما يفعل الوسواس القهري أو اضطراب الوسواس القهري نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق ويتميز بأفكار وخواطر سيئة تتوالى وتتكرر على ذهن الإنسان رغم عنه من وسوسة الشيطان ومخاوف تؤدي إلى تصرفات قهرية لا سبب صحيحا لها ولكن صاحبها لا يستطيع إزالتها ولا الانفكاك عنها إلا أن يشاء الله ويتسبب هذا طبعا في معاناة كبيرة وحرج عظيم والشيطان يريد من وراء ذلك تكريه الناس في العبادة فبعضهم مثلا يزيد على ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء إلى عشرين مرة أو أكثر وإضاعة الوقت وإضاعة الماء وتعذيب النفس ويتنطى بعضهم في إدخال الماء في قاع عينيه وبعضهم يقول أنا الوضوء عندي يستغلق ساعة أو ساعتين وبعضهم يقول يخرج الوقت مهو فقط تفوت صلاة الجماعة وبعضهم أدى به إلى ترك الصلاة بالكلي ينقطع ما عادي يتحمل ويوقع الإنسان نفسه في آثار أغلال نتيجة استجابته للشيطان في الوسواس وأحيانا تأتي بتصرفات مضحكة يعني في قضية مسك مقابض الأبواب ومسك النقود ومصافحة الناس وتورعات فاسدة يعني مثلا بعض النساء تترك غسل الأطباق في رمضان خشية أن يدخل الماء المتطاير إلى حلقها فتفتر وبعضهم في الصيام يبالغ في البسق بعد الوضوء والمضمضة والاستنشاق حتى يكاد يجف حلقه وبعضهم يشك مرارا أنه طلق زوجته وبعضهم يعيد تكبيرة الإحرام عشرات المرات وبعضهم يسير خرص في التأتأة ويعني التحيات أكبر السلام وكذا عذاب وراء تلو عذاب ومنهم من إذا قضى حاجته شدد على نفسه وأتى بصرفات ما شرعت في دين الله يعني يقوم ويقعد ويمشي ويقفز ويتنحنح وينزل لدرجات السلم ويفعل ويحتشي ويعذب نفسه ويؤدي بأن يصاب أحيانا بالسلس ويصاب بالتهابات نتيجة هذه الصرفات ويعني من سمع قصص أصحاب الوسواس القهري يصاب بالعجب العجاب على تنطع على استجابة للشيطان على يعني جهل بالعلم بالأحكام الشرعية ولذلك الوسواس القهري يصل لدرجة أن يكون مرضا عقليا ووقوعا في وسوسة الشيطان ليقعهم في الحرج وليحزنهم وليشدد عليهم ويضيق نوع من الغواية فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأقعدن لهم صراطك المستقي يعني يحول بينهم بين العبادات ولذلك قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة والاستعاذ بالله من الشيطان باستمرار من أنفع العلاجات والعلاج منه شرعي الاعتصام بذكر الله والاستعانة بالله على دفع الوسواس والتضرع إلى الله وسؤال الله العافية والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والمعوذات وآية الكرسي والرقية الشرعية والمداومة على تلاوة القرآن والاستعاذة من الشيطان ثانياً الإعراض التام عن مقتضى الوسواس وعدم الاتفاة إليه مهما حاول الشيطان أن يقولك ما كبرت الإحرام ما سلمت صح أنت طلقت زوجتك الفاتحة ما قرأتها ما انتهى غسل النجاسة أعد أعيد يلا ويزيد الوضوء لا ما وصل ما إلى كل العضو ما سأل طيب خلاص غسلت ثلاث مرات ماذا تريد أكثر من ذلك فمن زاد عن الثلاث الوضوء جاء في الحديث فقد أساء وتعدى وظلم فهل يريد المسلم الإساء والتعدي والظلم يتوضأ ويغسل له ثلاث مرات ثم يوسس له الشيطان ما غسلتها لا تلتفت يشرع في الصلاة يقول خرج من كريح طيب أنت الآن لا سمعت صوتا ولا وجدت ريحا لماذا تقطع الصلاة يقول شعرت بصوت خفي في بطني طيب يا أخي ما له حكم حتى يخرج يعني هذه الأصوات اللي في البطن ما لا حكم ما يترتب عليها لا فساد الطهارة ولا شيء هذه داخلية النجاسة في جوفك في الداخل لها حكم ما لا حكم حتى تخرج ولا الأمعاء والمثانة فيها بول فيها في الغائط موجود لكن ما له حكم في نجاسة جوة لكن ما له حكم حتى تخرج فقضية حركة في البطن سمعت حركة في البطن طيب في غازات تنتقل وفي اضطرابات تحدث لها صوت لكن ما خرج شيء من الدبر ما خرج ريح ما خرج بول ولا غائط انتهينا الطهارة باقي على حالها الطهارة باقي على حالها وكذلك ما يوصل له الشيطان ما غسلت رأسك لا تلتفت ما غرص الآن المروى الشغال فوق رأسك الماء ينهمر ينهمر بعد ذلك يشكر واحد ان رأسه غسل ولا لا وكذلك بعض الناس يتوهم انه يقول لعله تطاير شيء لعل الكرسي لعل الشطاف لعله كلها لعله يقين ما فيه كلها لعلات لا تلتفت الى لعله النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الوسوسة فليستعذ بالله ولينتهي يستعذ بالله ولينتهي عن التفكير في هذا ينتهي عن متابعة الشيطان فيه ينتهي عن الاستمرار في هذا الامر وفي صحابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ان الشيطان قد حار بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسست فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني رواه مسلم يحجب كيد الشيطان لدرجة انه فيه شيطين شيطين متخصصة في اعمال معينة فيها الكيد ببني آدم خنزب ذاك شيطان يقال له خنزب هذا في الوسوسة في الصلاة اذا لا استرسال مع الوسوسة لا طاعة للأفكار الشيطانية لا لا تتبع خطوات الشيطان لا تطيعهم لا تطيعهم الاعراض عن ذلك جملة وتفصيلا اعرض عن ذلك اعرض عن ذلك طبعا مراجعة الطبيب مفيدة مهمة الطبيب المسلم الثقة مفيدة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي من ابتلي وان يعافي مرضى المسلمين و